حديثة طبعاً عن الباب الضيق وعن الباب الواسع وشفنا أنه سياق الحديث بيتكلم عن أنه نحترز نتنبه نحضر من الأنبياء الكذبة واللي واضح ببين من الثمر من ثمارهم تعرفونهم وبيصل بقول يعني أدخلوا من الباب الضيق الأنبياء الكذبة طبعاً بتسهل الحياة على الناس مكتوب يسوع لما علم عن خبز الحياة في يحنى 6 رجع كثيرون وكمان أعطى الفرصة أنه التلاميذ إذا عاوزين يتركوا هذا شيء بيختلف عن اللي منشوفه في الأنبياء الآخرون المسيح مش عم بسهل الحياة فالباب الضيق أحبائي هو باب فعلاً لازم تعمل قرار والمسيح قال إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني فالأنبياء لا سهلت يتزوج والسماء كمان حلوة كتير لإلك يعني من بعد ما تنبسط على الأرض السماء كمان حلوة فيها كل أنواع الملزات وكل أنواع المصرات من أنهار خمر وشرب وحليب ونساء وأولاد والآخرة يعني كلياً يتعارض مع أخلاقيات المسيح كلياً يتعارض مع قداسة الله والغريب الجماهير مزدحمة ومش حاسة على نفسها مخدرة وماشي من هذا الباب الرحب فإذن الباب الرحب أحبائي هو باب سهل طريق تظهر مستقيمة لكن عقبتها الموت هذا الباب هو طريق الخطايا والشهوات والملزات العالمية والوعود الكاذبة من الأنبياء والوعود الكاذبة في أمور كثيرة إما بالحاضر أو بالمستقبل لكن أحباء لما الإنسان بيكون مخدر ضميره وعني عمية بيوصف الكتاب الشارب أو الإنسان الشارب الإثم كالماء يعني بيشرب الخطيئة والإثم كالماء طريق السلام لم يعرفوه الباب الواسع يؤدي إلى طريق رحب سهل المسالك لكن للأسف النهاية مخيفة ويؤدي إلى الهلاك الأبدي أيضا ترجمة نانسي قنقر شكرا